أعلنت السلطات الروسية اليوم عن سقوط خمسة قتل في قصف على جمهورية لوغانسك وكذلك أعلن عمدة مقاطعة كراسنودار الروسية أن حريقا اندلع في مصفات أفبسكي لتكرير النفط رجح أن يكون ناجما عن هجوما بطائرة مسيرة أضاف أنه جرت السيطرة على الحريق الذي بلغت مساحته مئة متر مربع من دون أن تقع أي إصابة إذن هذا الهجوم يأتي بعد ساعات على هجمات مماثلة تعرضت لها مبانا في موسكو ومحيطها قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذه الهجمات بالعمل الإرهابي وأكد أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط عكس كييف التي تهاجم أهدافا مدنية اختار نظام كييف مسارا مختلفا مسار محاولات ترهيب روسيا والمواطنين الروس والهجمات على المباني السكنية هذه بالطبع علامة واضحة على أنها أنشطة إرهابية أود أن أقول أن نظام الدفاع الجوي في موسكو يعمل بالطريقة المعتادة على الرغم من وجود أشياء يتحتم العمل عليها